اذا تتواصل فقرات امسية الليلة مشاهدين الكرام وفعلا مجموعة من الصور المعبرة التي ستجدونها في هذا المعرض الموجود في المباني الفنية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون بمنطقة قلب الشارقة علما بأن هذا المعرض سيستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل وبعدها سينتقل المعرض لمتاحف عالمية في كل من ستوك هولم بهولندا وغيرها من المتاحف وإلى موضوع آخر في هذه الحلقة حيث حصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس جائزة السعادة في مكان العمل التي تمنحها منظمة سيستنبل ماينز المعنية باستراتيجيات الاستدامة والمسؤولية المؤسسية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وللحديث أكثر عن هذه الجائزة يسعدني أن أرحب في الاستيديو بالأستاذ عمر بخلف وهو عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مساء الخير أستاذ عمر حياك الله معنا مساء نوريا مرحبا يعني مبارك لكم حصول النادي على هذه الجائزة بداية حدثنا عن هذه الجائزة وما أهمية الحصول عليها جائزة السعادة في مكان العمل هي جائزة الأول من نوعها في المنطقة حقيقة وهذه الجائزة تعنى بنشر ثقافة الإيجابية والسعادة في مكان العمل إيمانا من الجائزة بأن السعادة والإيجابية تأثر على إنتاجية الموظفين في العمل وازدهار ونمو المنظمات وكذلك الدول و جاءت الفكرة يعني المشاركة من فريق العمل برئاسة قائد الفريق سعادة أحمد العويس بأن مثل هذه الجوائز أنت تقدر الشارك فيها للطلاع على أفضل المعايير العالمية و أنك أنت تقدر تثبت ذاتك في هذا المجال بأبراز أفضل الممارسات الموجودة عندك و الجهود التي أساسا بدلتها جميل يعني على أي مستوى كانت هذه الجائزة المحلي الخليجي الإقليمي العالمي بالتحديد كانت على مستوى الخليج و الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و كانت متاحة للمشاركة من قبل المؤسسات الحكومية و الشب حكومية و كذلك الخاصة الربحية منها و الغير ربحية عندك فكرة أخي عمر عن الجهات أو المؤسسات التي شاركت في هذه المسابقة كان فيه جهات عسكرية و جهات مدنية دول شركات من دول مختلفة كانت شركات مهتمة في الإنتاج و فعلا هي شركات ناجحة نحن يمكن أن نسوق لها لكن هي شركات ناجحة نحن يمكن أن نستعمل منتجاتها كذلك كانت جهات كذلك حكومية موجودة داخل الدولة و خارجها صحيح اللي عرفت بأن النادي فاز بمعيارين من ضمن معايير هذه الجائزة أو فئات الجائزة صحيح؟ صحيح نعم المعيار الأول هو معيار أفضل برنامج للرعاية الصحية في مكان العمل نعم دعونا نتعرف على هذا المعيار و من ثم سننتقل إلى المعيار الثاني برنامج الرعاية الصحية برنامج أعمق منه رعاية صحية بدنية البرنامج جدا جميل يعني أن كنت شارك و شاركنا في مبادرة كان المبادرة أسمها صحتك أهم تعنى من ناحية الصحة الذهنية اللي تنمي عندك مهارة الذكاء العاطفي و كذلك كيف تتعامل مع ضغوطاتك و انفعالاتك و إلى الجانب البدني و كان يتكلم كذلك عن نقطة جدا جميلة اللي هي بيئة العمل مكان العمل كيف يأثر على صحتك و كيف يزيد من إنتاجيتك بنسبة 15 بالمئة و المحور الأخير هو توازن بين حياة الموظف الاجتماعية و بيئة عمله و الله الحمد حققنا نجاح في هذا المعيار استطاعتوا تحقيق متطلبات هذا المعيار بسهولة أو كانت هناك تحديات أخ أمر؟ متطلبات المعيار هي عبارة عن مقاييس بيننا و بين المنافسين لكن اللهم لك الحمد هو كان توجه موجود عدنا سابقا و كل الموارسات كانت موجودة كانت مجرد ترتيب خلال المشاركة لتلبية هذه المعيار فقط جميل المعيار الثاني أفضل معيار لتحقيق تحديدا أو أفضل برنامج لرفاهية العمال صحيح؟ هي صحيح طيب ما هي متطلبات هذا المعيار كيف استطعتم كذلك تلبية؟ معيار هذا جدا جميل يعني حقيقة تروح الأذهان إلى رفاهية العمال من ناحية الأنشطة الترفيهية أو ساعات العمل ساعات السعادة التي توفرها أنت داخل النادي و كذلك للترفيه التي تخلقها جو من نوع الترفيه لأن الموظف له ثلاث أوقات يقضيه في حياته وقت للنوم وقت للفراغ و وقت للعمل أكثر وقته وقت للعمل فلازم يحصل على الطابع هذا الإيجابي الموضوع أعمق من أنه يكون يخليه نوع من الترفيه يدخل في جانب مشاركة هذا الموظف في وضع غاية هذه المؤسسة و رؤية هذه المؤسسة لأن كل موظف يمثل قيمة و كل مهمة موجودة في هذه المؤسسة هي عبارة عن قيمة فالقيمة التي يقدمها عبارة عن حلقة من حلقات سلسلة القيم التي نحن ننتجها في النهاية ففي دراسة تقول أن الشخص يشعر بالسعادة والإيجابية إذا ترك أثر لهذه القيمة على المجتمع جميل طيب ما هي الخدمات الصحية التي تقدم من قبل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس للفئة العاملة في النادي نعم طبعا سعى مجلس الإدارة في توفير الضمان الصحي للعاملين كذلك بإنشاء مركز صحي مصغر بحكم أن نحن نمارس رياضات دفاع عن النفس قد يحتاج بعض الموظفين أو المتدربين أو المدربين إلى خدمات الرعاية الصحية مثلا إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي وكذلك تطبيقا لمعايير الصحة والسلامة داخل المنظومة المهنية بتطبيق مواصفة الصحة والسلامة المهنية مواصفة الجودة 45001-2018 في معيار كذلك آخر أفضل برنامج أعتقد لرفاهية العمال كذلك صحيح في هذا المعيار كذلك ماذا حقق النادي حقق النادي حققنا نحن التزامنا بمعايير رفاهية العمال مثلا ما قلنا نحن عدنا زيارات كانت خارجية نظمنا بعض الزيارات لمثل المزارع و لبعض الرحلات الشتوية التي ترفه عن الموظفين و كذلك وفرنا نادي مصغر لأعضاء النادي بموارسة بعض الألعاب التنشيطية الذهنية في أوقات الفراغ بالإضافة إلى ساعة السعادة و كذلك مشاهدة بعض المباريات التي هي الجدة المهمة تعرف في بعض المهتمين في أوقات ساعات العمل تمتد أحيانا لحد المساء فهم حابوا يشوف مباريات بالعكس نحن ندعم هذا الجانب و نرفح عنهم جميل طيب يعني كذلك مثل هذا الفوز هل كان متوقع هل كانت هناك محاولات سابقة أم هذه المحاولة الأولى و من خلالها استضعتم الفوز بشكل مباشر المحاولة الأولى اللهم لك الحمد و نحن ننتهج سلوب عمل بوضع سياسة و استراتيجية واضحة و رؤية واضحة كان من خلالها أننا وضعنا أهداف استراتيجية تحقيق هذه الرؤية و وضعنا مؤشرات استراتيجية و مؤشراتنا كانت تعنى بسعادة المتعاملين المتعامل الداخلي و المتعامل الخارجي فبالتالي كل الأمور كانت و اللهم لك الحمد كنا محققين مؤشرات جدا عالية تفوق تسعيين و مستهدفاتنا كانت تسعين و حققنا نسب كانت أربعة وتسعين و ما يتفوق على ذلك فممارساتنا كانت جاهزة و مجرد ما كانت هي معايير نحن كنا نثبت هل ممارساتنا صحيحة و لا و تطبيقها للمعايير العالمية للإيجابية و السعادة جميل طيب يعني فوزكم بهاتين الفئتين هل من جانب آخر يترتب عليكم التزامات معينة؟ نعم اليوم نحن نفذنا و حققنا مستهدفات عالية دائما نحن نسعى للرياضة فاليوم إذا نحن وصلنا إلى مستهدف أربعة وتسعين لازم ما ننزل عن هذا المستهدف نرفع مستهدفاتنا نرفع طموحاتنا لتحقيق الرياضة و السعادة الإيجابية في العمل فعدنا التزامات نطلق سياسات إن شاء الله و ميثاق لسعادة المتعاملين للحفاظ على هذه المستويات و استدامتها إن شاء الله جميل النتائج التي حققها النادي عادة لها ارتباط في استفاء بعض معايير متطلبات هذه الفئة أو الفئات الأخرى من هذه الجائزة نتائج رياضية نعم ترتبت عليها نتائج رياضية حقيقة كان عائد ممارسات السعادة و الإيجابية لها عائد على اللاعبين و على أعضاء النادي لأن المدرب يشعر في جو من السعادة في توطيد للعلاقات في علاقات بين فريق عمل فريق عمل متجانس متجانس في إيجابية في سعادة إذن هي منظومة كاملة المنظومة كاملة فهو يعطي أكثر أكثر ما هو يقدر يعطي في هذا الموظم لأن في دراسة كذلك تقول أنه عندي أخوي محمد أن الموظف الإيجابي ينتج 20% أكثر عن الموظف العادي أو 33% أما الموظف الإيجابي يحب يكون موجود في عمل أكثر من هذا فعكسة النتائج على اللاعبين من المدربين على اللاعبين حققنا اللهم لك الحمد نتائج ميدانية جدا ممتازة 430 ميدالي لحد اليوم و 7 كؤوس و المسابقة التي كانت الفترة الأخيرة حققنا فيها صدار المركز الأول في الناشئين تحت 16 ما شاء الله جميل طيب يعني الفوز بمثل هذه الجوائز يعتبر النتيجة طبيعية للتمييز الرياضي و النتائج التي تتحقق لفرق النادي أم بالنسبة لكم في مجلسة الإدارة تعتبرون أسلوب ترويجي لنادي الشرق لرياضات دفاع النفس لا هو كان إثبات للذات أكثر من ذلك أنه نحن عندنا جهود مفذولة في ممارسات السعادة والإيجابية فمثل هذه الفرص مثل هذه الجوائز العالمية تعطيك أعلى المعايير العالمية التي هي موجودة بالنسبة للعالم فأنت إذا شاركت فيها بيتيك تقارير تعقيبية من هذه المنظمة لتنظم هذه الجائزة بفرص التحسين ممكن أن تتحسنها أكثر ما أنه يكون أسلوب ترويجي ولابد من الترويج للنادي لكسب أعداد أكثر لأن هذا الهدف من وجود النادي أساسا رؤية النادي هي نشر ثقافة رياضات دفاع النفس على مستوى الإمارة صحيح النادي كذلك في فترات سابقة حصل على شهادات الجودة أو الآيزو في مجموعة من الأنظمة الخاصة أو الفئات الخاصة بمثل هذه الجائزة يعني لو نستعرض هذه الفئات وأهمية الفوز بها وإلى ماذا تطمحون كذلك خلال الفترة القادمة صحيح فوزنا أو حصولنا على شهادات الجودة في نظام الإدارة متكامل كأول نادي في العالم تخصصي رياضة تخصص ورياضات دفاع النفس يحصل على هذه المواصفات اللي هي مواصفة 45001-2018 لنظام الصحة والسلام المهنية ومواصفة البيئة 14001-2015 ومواصفة الجودة 9001-2015 الجودة ليس ببعيدة أخي محمد عن السعادة الجودة تعني في تحقيق رضا المتعامل ونحن اليوم لا نحقق رضا المتعامل حقق سعادة المتعامل ونفوق توقعات متطلبات العميل في تحقيق سعادته فهما وجهان لعملة واحدة صحيح طيب يعني هذه فئات مهمة استطعتم اجتياز متطلباتها والحصول على شهاداتها المعترف بها دوليا الخطوات القادمة تتضمن كذلك التقديم على فئات أخرى نعم نحن الفترة الأخيرة كان عندنا التدقيق الأخير في الثلاث سنوات اللي فاتت عن المواصفات واثبتنا اثبتنا يعني جودة الخدمات نحن قدمها اللهم لك الحمد كانت كل ممارسات ممتازة بإشادة من الشركة المانحة ونستعد كذلك للتدقيق تدقيق التجديد نحن استمرنا ثلاث سنوات في الحصول وحتى ممكن تكاد تنعدم الملاحظات من ممارسات الأخوة أسرة النادي فنحن عندنا استعدادات لحصول على مواصفات السعادة والإيجابية إن شاء الله مستقبلا بإذن الله إضافة للمواصفات الثلاث بإذن الله طيب متطلبات الجودة الشاملة بأنظمتها المختلفة اللي تفضلت وذكرتها سواء اللي حصلتوا فيها أو اللي استوفيتوا متطلباتها أو اللي عندكم النية لي كذلك المشاركة بها مستقبلا هل تتطلب كذلك غرس هذه الثقافة وتوعية بالإضافة إلى الفئات الإدارية العاملة في النادي الفئات الفنية اللاعبين المتطوعين كذلك مع النادي أم الأمر يقتصر على المنظومة الإدارية فقط صحيح نحن بتوجهات رئيس مجلس إدار سعاد أحمد العويس حصلنا على الشهادات هذه أو المتطلبات كلها بمجهود أسرة النادي ما استعنا بأي شركة استشارية الشركة المانحة فقط فالثقافة انتقلت من بداية حصولنا على المواصفة مع التجديدات وبالإضافة إلى ورش العمل ممكن أسبوع الإطاف كان عندنا آخر ورشة في نشر ثقافة الجودة على العاملين وكل من أصغر موظف إلى أعلى رأس الهرم فاهمه وشو يالس تشتغل لأننا نحن ما طبقناها بمعايير المواصفة نحن طبقناها بعملنا نحن الإداري وترجمنا إلى المواصفة ما أسقطنا المواصفة على عملنا عشان تغير من عملنا لا نحن خلينا عملنا ووثقناه وخلينا نشتغل على أعلى معايير الجودة جميل يعني لا يخفى على الجميع بأن أغلب عظامة الإدارة أو كذلك ربما العاملين في اللجان المختلفة هم من خلفية أتوا من خلفية أمنية لها علاقة في المؤسسة الشراطية بالتحديد سواء القيادة العامة شرطة الشارقة أو الأكاديمية شرقة العليم الشراطية أو غيرها هل مثل هذا الأمر كذلك دور مباشر الخلفية لجئت منها خلفية لها علاقة في تطبيق متطلبات الجودة في مجالات مختلفة وبالتالي ساهم ذلك في سهولة الحصول على هذه المتطلبات نعم عندنا خبراء في هذا المجال عندي الأخ أخوي الأستاذ مروان العلي خبير في مجال الجودة وكذلك أنا عندي خبرة سابقة في هذا المجال فأسسنا الأخوة كانوا عندهم تلقي سريع للمعلومة في مجال الجودة لأنه أساسا الشغل اللي كان موجود في النادي كان مبني على جودة لكن يفتقر للمواصفات فقط أما المنظومة الأمنية اللي كانت موجودة هو عبارة عن التزام دائما الشخص الأمني والأخوة وهذا فضل برنامج الخدمة الوطنية حقق الالتزام عند كثير من أخوة الشباب عندنا في المجال فأستوى عندهم طابع الالتزام أكثر جميل وهو الالتزام هو اللي حقق النتائج صحيح نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله نادي مميز يعمل بكل جد واجتهاد ويحقق نتائج طيبة رغم عمره القصير بالتحديد ولكن إنجازاته دائما كبيرة أشكرك جزيل الشكر الأخ عمر بخلف عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في نادي الشارقة لرياضات دفاع عن النفس شكرا جزيلا شكرا الله يحافظك